اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكمان عليهم 150 جرام من السمنة وكمان عليهم 450 جرام من دي اي اس ميد انا بستخدم ماركة دوبيلا عشان بتريحني جدا جدا في البسبوسة ودايما ممتازة هبدأ احط معايا السكر اللي هو 150 جرام على معلقة الجلوكوزز على الستين جرام من المية وارفعهم هما التلاتة على النار من غير مقلب خالص من غير ما حط اي معلقة هبتدي ارفعهم على النار على درجة حرارة متوسطة هيبدأ السكر يسيح والمية تغلي ولاقي ان كلها بتتكرمل كده معايا وبتاخد لون بني خفيف اول ما توصل للون البني الخفيف هنزل بالسمنة وقلبها هتبدأ تسيح معايا ولاقي اللون بيبدأ يبقى بني زيادة على طول انزل اللبن مش بستنى عليها ولا حاجة عشان الكرامل اللي عندي ما يغمقش وما يمررش بنزل باللبن بلاقيها عملت فوران زي ما انت شايفة كده هرفعها بقى من على النار لغاية لما تبرد خالص فطبق وابتدي اشتغل بيها بشتغل بيها وهي يعني فترة تمام ما بتبقاش سخنة لا بتبقى فترة بجيب انا الاكياس بتاعة الفرن اللي بتدخل الفرن وبعدين هبتدي اقص من الكيس الحراري ده على مقاس الصينية اللي عندي بعد ما بكون عاملة الصينية من تحت الاول بجزء من السمنة احط الكيس واكمل كمان دهنت سمنة فوق الوش عشان يبقى الكيس من تحت ومن فوق فيه سمنة حطيت عندي جوز الهند على البسبوسة ولو مش حبة تحطي جوز هند شليه من الوصفة وما تغيريش المقادير هي هيها بنفس المقادير شليها مش هتحصر حاجة من الخمسين جرام دول خالص هبتدي اقلب المكونات اللي عندي علشان ابس البسبوسة مع السمن والسكر والحليب اللي عندي لغاية لما كلها تتغلف بالشكل ده وبيبقى لونها جميل اوي كده هنزل بيها كلها بقى وابتدي اساويها في الصينية ممكن ليبقى القوام معاكي مدي كمان شوية على سيولة اكتر ما القوام معايا كده لان النوع دي السميد بيختلف فحتى لو القوام سيل شوية بالعكس ده كمان بيبقى اجمل واجمل فما تقلق ايش خامس وبعدين هبتدي ان انا ابصمهم كده بايدي يعني اساوي وش البسبوسة خالص في الصينية ويا ريت لو هتشف في ايدك شوية سمنة كده سيلة وتلماعي طبقة البسبوسة هتديها لون جميل وموحد في الفرن وبعدين هتبتدي بقى تجيبي اللوز وتحطيه كده تروسي الرصة اللي انت تحبيها وتبتدي كمان تبصمي يعني ايه تبصمي تغرزيه كويس عشان لما تنزلي عليه العسل او الشربات ما يعومش فوق الوش بعد ما يخرج من الفرن جميل هندخلها الفرن على درجة حرارة كام؟ على 180 او 190 اكتر حاجة بتقعد قد ايه معاكي في الفرن بتقعد من تلت ساعة لنص ساعة على حسب الفرن بتاعك طب بعرف ازاي انها استوت لما بلاقي الحواف اللي عندي لونت وبقى لونها مختلف شوية يعني اغمقت شوية وكمان لونها من فوق ما بيغمقش قوي لان كده كده احنا مكرملين السكر فمش هتحسي بفرق كبير غير من عند الحواف تعالي بقى نشوف العسل اللي هنعمله مع بعض او الشربات او الشيرة انا هنا معايا كبايتين من المية هحط عليهم كباية ونص من السكر كمان هحط عليهم معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز يعني بالضبط 25 جرام من عسل الجلوكوز وعليهم عصرة لمون ممنوع تقلبي انا ما بقلبش خالص 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 بدخل كده على البتجاز على طول لغاية لما الحرارة بتاعة البتجاز تدوب السكر مع العسل الجلوكوز ساعتها ابدأ ادخل معلقة حلو الكلام حلو الكلام لما بيخرج عندي البسبوسة بيكون عندي العسل خالص ببتدي بقى ان انا اقابل الاتنين مع بعض سخنين حلو الكلام وكمان بحط معلقة كده من السمنة علشان خطر تديني لمعة حلوة ويا سلام بقى لو عندك معلقة كده كمان من اسانس الحليب اللي بنجيبه من عند العطار وده بنستخدمه في حالة لو احنا مش مستخدمين سمنة بلدي تمام فبيديني ريحة حلوة كده لريحة البسبوسة اللي عندي هبتدي اسقيها بالسرب اللي عندي سخن والبسبوسة سخنة بأكد على الحتة دي هتلاقيها ما شاء الله تشربت زي ما انت شايفة كده وزي السفنجة امتصت كل العسل اللي عندك هبتدي بقى أغطيها كده بأي كيس عندي واركنها لمدة ساعة ونص أو ساعتين لو هتقلي بيها بتشيل الحواف كده بالسكينة وبعدين بتقلي بيها واستل الصنية سخنة انما لو مش هتقلي بيها وتبدأي مثلا ان انت تقطعيها علشان خطر تقدميها بعد كده في طبق لأ بتقطعيها لما تبرد تماما يعني مش اقل من 4-5 ساعات بعد ما تخرجيها من الفرن عشان تبقى بردت معاك خالص ويا سلام لو بيتيها كمان لتاني يوم هتتقطع معاك قطعة متساوية وحلوة قوي كده زي ما انت شايف اما بالنسبة بقى للتسعير وكل التكات بتاعة سعر البيع وسعر التكلفة بتاعتها فانا هكتبه لك تحت في صندوق الوصف بالاربع جودات زي ما تعودنا يعني الجودة العادية والجودة المخلطة وكمان الجودة الفاخرة اللي هي الشرطن وكمان بالسمن البلدي صباحك دايما زي الفل ان شاء الله ان شاء الله ربنا كده يتقبله صدقة علم جارية ويكون بأمر الرحمن علم ينتفع بي وتكون سبب في رزق بنات كتير نورتيني وشرفتيني يا أحلى وأجمل فانيليا واقعي تنسي اللايك والشير صباحك دايما زي الفل ترجمة نانسي قنقر